اشتركوا في القناة اترادت كثيرا على التوراة والانجيل وكنت اتوقع في قراتي للتوراة على سيرة الانبياء بالخصوص على سيرتان أو سيرتين وكلهما سيرة ابراهيم عليه السلام وسيرة يقوب عليه السلام ما كنت استطيع نتحوى دون البسيح عليه السلام لانه شخصية تاريخية ونبي عظيم واثرا فيه كثيرا نحن في اسبانيا لازم ندس تاريخ اسبانيا فدائما في جميع الكتب الاسبانية التي مقررة برهد التاريخ في اسبانيا بالخصوص حكمة الاندلس فالاو دبود دامين تقديم النبذة عن الاسلام وان رسوله وان نبيه عليه الصلاة والسلام هذا دفعني الى ان اذهب الى ان اخذ سيرة نبوية وفي دلك الايام لم تكن موجودة هذه السيرة النبوية باللغة الاسبانية على اقل في اسبانيا فاخذت من مكتبة فرنسية اخذت سيرة نبوية بالفرنسية واتلعت عليها وهذه السيرة عندها ميزة على انها تبدأ بقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه فقلت ما شاء الله هذا الراجل انا بمثابة سلمان الفارسي فقلت لربما انا اجد من خلال العبور من هذه الصفحات ما انا باحثان وفين ان هذا وجدته وجدته في اخر المطاف انما قد قرأت الباب الاخير وهو في حجة الوداء انما رأينا من بعد انما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد القائه هذه الخطبة فانا استغربته وتحفر تأثرا وتأثرا عظيما انما رأيت كيف هذا الراجل هو في عنفوان قواته وفي ذروة قيمته وفي نهاية نجاحه اجتماعيا ودينيا وسياسيا كيف هو يتواضع الى هذه الدرجة قدام من هو دونه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول